بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الحقيقة أنا حبدأ كلامي النهاردة بالجملة دي لم يطالبني أحد بكأس الأمم الإفريقية هدفي الوصول لكأس العالم كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخابنا الوطني قال هذه الجملة النهاردة في مؤتمر صحفي مذيع في كل القنوات وكل الناس سمعته وكل الناس تنقلت هذا الخبر وكل الناس اتكلمت عن هذا الخبر تخيل حضرتك أن مدير فني لمنتخب مصر منتخب مصر واحد من أهم وأفضل منتخبات الافريقية على مر العصور وعلى مر التاريخ حامل اللقب الافريقي سبع مرات تخيل حضرتك أن كارلوس كيروش لا يا إسلام ما قالش كده يا جماعة اللفظ والمعنى والترجمة طب خلينا نطلع نشوفه نرجح لنبدأ بالسؤال الأخير لأنه يعتبر أسر شوية هذا السؤال هو أساسي لأنه لا يوجد في فتبال لا يوجد أحد أساسي لأنه لا يوجد أحد أساسي لأنه يقوم بقرارات مع تاريخ بشكل تاريخ عن التاريخ ونحن لا يوجد أحد أحد أساسي لأنه يستطيع أساسي وفي قرارات أساسي 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 تأثير It's an important question, important question to make it clear that the main achievement of my contractor, my responsibility, main when I deal the disagreement with Egypt Federation was the World Cup qualification. I don't want any doubts about that. cdc no doubts about that my contract my contract my main responsibility the target of egypt national team it's qualify for the welcome the and your question i thank you very much وهذا يجب أن يتمنى أن يتمنى أن يأتي مرة أخرى. كريس كريس مع أول سؤالك. يقولك يعتبر المدارب كان موسكروش في أول جزء من السؤالة you gentlemen a little bit confused about the program and you're right but not only you guys confuse even us the coaches and the federations we confuse about the program look on 22nd when we left Doha, Katara 21, 22nd nobody was sure that African Cup of Nations will be played nobody was sure so you're right about that because I was also confused I make at least three programs for African Cup of Nations three programs Thanks one big part the question is that nobody we're in the world أننا لما تعاقدت مع الاتحاد المصري تعاقدت عن أننا أوصل لكاس العالم عنده حق في الجزء الأول في كلامه أنه هو دي حاجة بتاعت ربنا فإحنا مش هندخل في حاجة بتاعت ربنا أوكي عندك حق في هذا الكلام ولكن تخيل حضرتك أنه ممكن يكون لعيب أو لعب لعب في منتخب مصر ولعب في كثير من الأندية خد مثل لأي حد من اللاعبين خد مثل لأي حد من اللاعبين اللي لعبوا الفترة اللي فاتت لمنتخب مصر تخيل حضرتك يعني أنا شخصيا لعبت في كاس عالم الأندية ولكن منتخب مصر وكأس الأمم الأفريقية بالنسبة لأي لاعب لأي لاعب عد من على باب المنتخب أو عد من على وخد كل البطولات الخاصة بكل الأندية وخد كل البطولات الخاصة بكل حاجة في الدنيا إلا منتخب مصر دي بتبقى حاجة مختلفة كاس الأمم الأفريقية حاجة مختلفة لكل لعبي مصر النهاردة لو تشوف تصريح المدرب اللي كان مساعد يورجل كلوب وهو بيتكلم عن محمد صلاح ومانيه وبقية اللاعبين اللي حيسافروا أفريقيا تخيل حضرتك اللي هو مش مدرب منتخب مصر ولا حاجة لا 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 ده مدرب ليفر بول اللي حيمشي من عنده صلاح ومانيه وبقية اللاعبين تخيل قال إيه؟ المدرب ده بعد مباراة اللي تعادلوا فيها النهاردة تشيلسي وليفر بول اتنين اتنين ليفر بول كان متقدم اتنين صفر وبعد كده اتنين تشيلسي جاب جنين المدرب قال إيه؟ المدرب قال نتمنى كل التوفيق ولمحمد صلاح ومانيه وأن هم يبذلوا أقصى ومجهود ليهم مع بلدهم لأن اللاعب اللي منتخب بلدهم مشرف جدا وأيضا اللاعب في كأس الأمم مشرف جدا تخيل حضرتك المدير الفني أو المدرب النهاردة لأن يورجون كلوب زي ما حضرتكم عارفين عنده اشتباه كورونا فما جاش المباراة فكان المساعد بتاعه هو الموجود في المباراة وهو اللي تكلم ما بعد المباراة تخيل حضرتك قارم ما بين تصريحاتك إلا إذا كان كارلوس كيروش وده أنا معرفش يعني أنا درست كارلوس كيروش خلال الفترة اللي فاتت لقيته دايماً بيبقى عنده بعض الأفكار الغريبة اللي بتعمله عداء مع الإعلام فأنا باخد على العشر سنين أو الثمان سنين اللي فاتوا مش مع منتخب إيران فقط ولكن مع المنتخبات ما قبله ومع الفرق اللي مسكها فهو تلاقي دايماً عنده مشكلة أو عنده تفكير مختلف عن بعض الناس أو مش عن بعض الناس عن كل الناس يعني ما تيجي تتكلم عن بلاش مجد أفشة ما تيجي تتكلم عن طرق حامد ما ينفعش لو مش عايز تتكلم عن مجد أفشة ما ينفعش لو مش عايز تلعبهم خليهم عادين احطيقاتي أخي يمكن يمكن مجد أفشة يشط لك شوطة يعمل لك بوس عيدل يعني مش عارف معرفش هو تفكيره ايه وفي الاخر هو اللي حيتحاسب لكن لو تفتكروا حضراتكم في 98 هو دي الحاجة الوحيدة اللي مخلياني مش عايزة بأقاصي على كارلوس كيروش بعد هذا المؤتمر الصحفي المحبت جدا هسميه محبت بس مش هقوله أكتر من كده ولكن تخيل حضرتك ان انت بتحبت اللاعبين بتوعك هي ما حصلتش غير في 98 الله يرحمه كابتن جهري بس ده كان متفق مع اللاعبين في ذلك الوقت ان هو هطلع يقول هذا الكلام وكلام من هذا القبيل الكابتن جهري قال يا جماعة احنا هنروح ما نوصل الـ 12 أو الـ 13 في كاس العالم كان بيحاول وهو قاعد مع اللاعبين كان بيقولهم حاجة تانية احنا هناخد البطولة احنا هنعمل كذا انا بقول الكلام ده في الاعلام لكن ده ما بيحصلش الحقيقة على الجانب الآخر فالحاجة الوحيدة اللي مخلياني ما اتكلمش على تصريحات كارلوس كيروش أو اخدها 50-50 ها انه من الممكن ان يكون اللي بيعمله كارلوس كيروش ده ما هو إلا حرب استراتيجية حرب نفسية ما عرفش خلينا نقول اي حاجة خلينا نقول اي حاجة لكن اللي انا عارفه عن كارلوس كيروش خلال الفترة السابقة هو مالوش في موضوع التنويم المغناطيسي ده هو مالوش فيه قوي يعني هو بيطلع يقول 1-2-3 انا عندي 1-2-3 وهو ده وضرب المخه في الحيط فما اعتقدش صحيح ان هو عامل مؤتمر عشان يطلع يقول ان انا مش هنفس على البطولة حاجة غريبة جدا غريبة جدا انا من كنت من اشد الناس اللي مساندين لكارلوس كيروش في حاجاتك وما زلت وسأضل الحقيقة انا مش مساند لكارلوس كيروش لكن انا مساند لمنتخبنا الوطني كلنا مساندين لمنتخبنا الوطني خلال الفترة الجاية لكن كل ما يحصل حاجة تلاقي موضوع حصل يخلي الواحد متدايق جدا متدايق جدا من التصريحات ومن اللي بيحصل ده الغريب جدا اللي بيخلي الواحد يبقى واقف مش عارف يتكلم يقول ايه لما مدرب منتخبنا الوطني يتكلم بهذا الشكل ومدرب ليفر بول المساعد يورجون كروب يتكلم بهذا الشكل اعتقد ان ده لو قارنت ما بين اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا او الكلام هنا حتعرف ان كارلوس كيروش فيه يعني ما ينفعش يقول مثل هذا الكلام ما ينفعش يقول مثل هذا الكلام إلا إذا لم يكن يعلم قيمة منتخبنا الوطني وأنه هو سبع بطولات أفريقية ومنتخبنا هو مؤسس الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي موجود في مصر لأن مصر هي مؤسسة الاتحاد الأفريقي تاريخ كبير جدا في كرة القدم أنا عارف أن التاريخ لا يشفع في الملعب ولكن خلينا بس نروح الملعب الأول وإحنا متطمنين خلينا نروح الملعب اختيارات في معظم الأسماء هي اختيارات جيدة ولكن لما تيجي تبص برضو على عدم اختيار بعض اللاعبين المهمين اللي بقى لهم في مصر وبعدين ما حد يش يقول لك أصل السن مثلا في موضوع تلق حم ما حد يش يقول لك أصل السن طب ما هو عبدالله السعيد تواخد عبدالله السعيد ليه وما أحد مجدي أفشى ليه ففي مش عارف أقول إيه ولكن في حاجات مختلفة أو علامات استفهام على اختياراته ولكن في النهاية هو اللي بيتحمل وهو كل حاجة ولكن من حقنا برضو نحن نتكلم عن اللي كارلوس كيروش بيقوله ده دورنا ده دورنا وفي الآخر ممكن يطلع كلامنا غلط وهو اللي يكسب البطولة في آخر السطر هو اللي يكسب البطولة أو يوم تسعة يوم ستة فبراير هو اللي يبقى كسب البطولة وهو ده اللي يهمني بصراحة أنا لو راجل ده عمل كده وكسب هذه البطولة كارلوس كيروش تعظيم سلام وانت كنت كويس وانت كنت أفضل وكنت 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 وده حيبقى حق وقتها ولكن نحن نتكلم عن شواهد واستنتاجات وحقائق بتحصل قدامنا زي ما قلت لحضرتك لما تيجي تفكر في الكلام لا هو في حاجة يعني ما ينفعش تقول مثل هذا الكلام في حلقة مفقودة ما حدش فهمها لغاية هذه اللحظة ومعرفش هل لو ظهر كيروش بمنظر أو بشكل سيء في هذه البطولة هل الجمهور المصرية أو الجماهير المصرية هتسكت بسبب الاختيارات بسبب حالة الجدل اللي عملها فيه في كل شيء جماهير الأهلي زعلانة علشان مجدي أفشة جماهير الزمالك زعلانة علشان طريق حامد جماهير الإسماعيلي ما تلاقيش مثلا عبد الرحمن مجدي ما تلاقيش حد من اللاعبين اللي بيلعبوا من الإسماعيلي فبرضه بتلاقي إن الجو العام غير مريح غير مريح في موضوع كارلوس كيروش عموما أنا نفسي وأتمنى إن احنا نشوف كارلوس كيروش بشكل تاني وباتجاه تاني وبإسلوب تاني وياخدوا البطولة حتى لو بإسلوبه وبلاش بإسلوب تاني عفوا فخليني أقول لحضراتكم إن أنا في الآخر اللي يهمني إن أنا يوم 6 فبراير ألاقي منتخبنا الوطني بيلعب في المباراة النهائية ويكسب البطولة هو ده اللي يهمني ساعتها يا عم ده أنت هنقول لك شابو هنقول لك كل حاجة حلوة في الدنيا هنعمل لك حفلة السودي ده كله هنفرشولك حفلة ونحط صورك في كل حت وتيجي تشرفنا ونعمل لك حفلة كبيرة جدا جدا بس ما نشوف يعني أنا بس عندي تعليقات بسيطة جدا عن هذا الموضوع وحبيت إن أنا حط علامة استفهام من دلوقتي على هذا الأمر لماذا يقول كارلوس كيروش إنه العقد التوى مش مكتوب فيه إنه هو ياخد كاس الأمر الأفريقية أو ينافس بلاش ياخد ينافس لأنه محدش عارف ينافس على كاس الأمر الأفريقية حضرتك تفتكر إن الشعب المصري أو الجمهور المصري لما يعرف أو لما يشوف فريقه بيلعب بقلبه وبروحه وبحماسه ومموت نفسه وعمل اللي عليه ويوصل للدور مثلا قبل النهائي لو قدر الله حصلت غلبنا ولا حاجة ركلات ترجيح لا الشعب المصري هيوقف معاك وحيسندك وحي أنت ما تعرفش ما تعرفش الجمهور المصري ممكن يعمل إيه ما تعرفش جمهور المصري ممكن يعمل إيه مع منتخب مصر اتفرج على المباراة اللي صعدنا بها كاسعالم وراكلت الجزاء محمد صلاح تشوف المنتخب بساعتها والجمهور اللي كان في كل اللي استاد عمل إيه هو ده الفرق ما بين المنتخب مصر وإيه حاجة تاني المنتخب دائما ما يعلو على كل شيء المنتخب هو الأول في كل شيء بالنسبة لأي مواطن مصري طبيعي عادي محب لبلده اشتركوا في القناة